هذه السيارات وهذه الحماية وهي أهم جزء من الفساد وجزء من حالة تجييش وعزكرة المجتمع وبعدك من ينزل للبيت كون وياه من يؤدي له واجب اجتماعي كون موجود وياه صح جعل عندنا آمريين جعل عندنا مسؤولين عادة النظر بهذا العمل المقاتل هو هدفنا اخوان صحيح شوف هنا السوداني حط ايده على موضوع كل شي مهم انه آمر لواء يطلع وراء رتل ويرجع وراء رتل يروح يخطب لبنه ياخذ الرتل يروح يجيب بنته زعلانة من يم رجلها ياخذ الرتل فتشوف ارتال تفتر ببغداد والمحافظات هاي نقطة كلش مهمة زين انا اردى اقول رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني اردى دليك على موضوع كلش مهم تعرف شنوه انا رح اقولك المدراء العامين احد فديوم سئل منية لهم يا محمد الشياء السوداني انت البارحة رايح للنزاهة خطوة كلش مهمة ورح اتكشفت عن ذمتك المالية زين تقدر تقول لمدراء البلديات يا محمد الشياء السوداني تدري كل مدير بلدية عنده بيتين وثلاثة واربعة وعنده شقتين ثلاثة بعمان وعنده شقتين ثلاثة بتركيا وعنده مدروين تدري منين جابهن اشقد راتب مدير البلدية يا رئيس الوزراء اشقد راتب مدير البلدية سبع ملايين عشر ملايين هسه لو يوذن ما يشتري بيت بالمنصور اللي سعره هسه مليارين ومدرش قاد زين منين يجيب مدير البلدية يشتري بيت يشتري بيتين ويشتري شقتين بعمان يا رئيس الوزراء جيبهم جيبهم المدراء البلديات شوفوا منين دا يجيبون هاي الفلوس مدير تربية عنده ثلاثة واربع مدارس اهلية يا محمد الشياع السوداني منين جابهن منين جابهن مشتري مدرستين وثلاثة اهلية تقدر احنا نكشف لك مدراء عامين بالوزارات منين لهم هاي الفلوس منين لهم هاي الشقاق والقياعين منين تقدر تقول للمدير اي مدير عام فيه اي دائرة اي مدير بلدية اي مدير تربية اي مدير فيه اي دائرة حكومية منين جاب هاي الفلوس منين جابهن يشتري بيتين وثلاثة واربع او قاع احد ممكن سيلفت يوم فمهمتك يا محمد الشياع السوداني انت الرئيس الوزراء اليوم نقول لك مثل ما كشفت عن ذمتك المالية تروح تجيب كل مدراء البلديات كل المدراء العامين كل مدراء التربية يكشفون عن ذممهم المالية عمي انا احاقول لك شغلة يا رئيس الوزراء ترى اعرف ناس مدراء عامين مدراء بلديات قبل ما يشغل المنصب كأنه عالمه عنده يشتري وهي مو إساءة ولا غلط والله العظيم مو إساءة ولا غلط الفقر مو عب بس العب لما تشغل المنصب وخلال سنة سنتين تشتري بيوتو فيلل لا هنا نو لازم نقول لك ننبهك يلا هاي دا ندليك تشتري